بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مع بعض الشابتر الثاني نتكلمنا فيه عن كلاود كومبيوتينج في المحاضرة السابقة نتكلمنا عن الانفراستركتر تبعت الكلاود كومبيوتينج حكينا انها تتكون من سيربر نتورك المكونة للانفراستركتر تبعت الكلاود كومبيوتينج نقدر نقول احنا مقسمة لهاردوير وصوفتوير قلنا انها عبارة عن سيربر نتورك ستوريج والفيرشواليزيشن قلنا انه الفيرشواليزيشن عبارة عن السوفتوير اللي بيخلي الاجهزة او بيخلي الهاردوير سواء كان السيربر او ستوريج تبدو انها او بيقسمها لفيرشوال بحيث انه تكون يتم مشاركتها تمام طيب الان نتكلم عن جزء او كومبوننت مهم يلو علاقة بالسوفتوير يلو علاقة بالسوفتوير الا وهو الAPI حاجة اسمها API Application Programming Interface هذا جزء مهم او مكون مهم من مكونات الكلاود كومبيوتينج اول حاجة بدنا نعرف ايش هي الAPI وبعدين نتعرف على ايش هي الAPI و اهميتها و نتكلم عن انواعها الAPI هي The Application Programming Interface are mechanisms that enable two software components to communicate with each other هي عبارة عن طريقة نقول طريقة انه اثنين يتعاملوا مع بعض two software components يتكلموا مع بعض او يتواصلوا مع بعض يعني مثلا نعطي مثال على هذا التواصل مثلا احنا في تطبيق مجوال تبعنا ممكن احنا نفتح اللي هو الوذر و نعرف المعلومات اللي هو المعلومات عن حالة الطقس مثلا طيب هذا الAPI اللي احنا موجود عندنا في الموبايل هل احنا مثلا هذا الAPI لما عملوا الاندرويد او عملوا الاندرويد سوفتوير هل هما عندهم سينسورز او مثلا عندهم هما كونوا او هما انشأوا النظام اللي بيعمل على قياس درجات الحرارة وانه بيبعث لك الداتا عندك على الجهاز على الموبايل وانه يعرض درجة الحرارة لا هو في شركة تانية او في سيستيم تاني هو بيعمل اشياء هادي وعنده عنده طريقة انه يقدر يقيس درجات الحرارة لمناطق معينة لاماكن معينة ويجمع درجة الحرارة هذي وحطها عنده زي باتا بيس او عنده زي في السيستيم تابعه ويجمع درجات الحرارة للاماكن المختلفة في المناطق الجغرافية المختلفة وبالتالي انت بتتواصل مع هذا السيستيم او الموبايل تابعت او الابليكيشن اللي انت عامله على الديفلوبر يتواصل مع هذا السيستيم و يريد أن أخذ منك درجات الحرارة من المنطقة الفلانية وبعدت له درجة الحرارة من المنطقة الفلانية فهذا معناته أن كيف سأحصل على المعلومات باستخدام التواصل ما بين وهي السوفتوير اللي نازل عندي على الموبايل والسوفتوير اللي موجود على السيرفر اللي هو أصلا السيستيم هذا المتخصص في هذه الحاجة فأمخزن بيانات عنده في داتا بيس و أقول لك أصلا هو بعرض هذه الخدمة كام إنها ممكن توصل لو تم الـ Access لهذه الخدمة اللي هو الـ Weather Service هذه الخدمة عن طريق API هذه الـ API و طريقة التواصل مع هذه الخدمة باستخدام هذه الـ API و باستخدام هذه الـ protocolات أو هذه الـ rules هذه الإجراءات و إنت أي مبرمج بده مثلا يعرض خدمة الـ Weather مثلا أي مبرمج بده مثلا نحط في موقعه أنه أنا بدي أعرض خدمة اللي هو أعرض درجة الحرارة بروح على الـ API و ببرمج أنا في الموقع تابعي ببرمج إنه هذا الـ Component باستخدام الـ API رح يتواصل مع الـ System اللي بيقدم هذه الخدمة و بيعطيني درجة الحرارة فهذا معناته إنه الـ Software تبعك يتواصل مع الـ Software تبعك اللي هو الـ System الأصل اللي بعمل هذه الخدمة هناك مثل كثيرا على هذا الموضوع الآن أصبح كل الشغل في التطبيقات مثلا فيه أشياء ليس لازم أنت تبرمجها من الصفر أو أشياء ليس لازم أنت تنملها فيه خدمات تكون مقدمة من قبل شركات تانية أو قدام قبل شركات أخرى مثل الماب مثلا، جوجل ماب إنت مثلا بتحط في الموقع تبعك أنه أنا بدي أعرض مثلا موقع المطعم موقع المطعم أو موقع معين إنت تستخدم خدمة الجوجل ماب الجوجل ماب في عندهم موقع المطعم ممكن توصل لها عن طريق الـ API وتعمل إنتجريت أو أكسز لهذه السيربيس وتحطها داخل الموقع تبعك داخل التطبيق تبعك تمام؟ فهذا مفهوم الـ API بشكل عام طبعا تقص على ذلك أي سيربيس ممكن تكون مقدمة طيب، الآن السيربيس الـ API بتشتغل على مبدأ client server التلفون تبعك أو الموقع تبعك أو السيستم الإنتردك تعمل له develop اعتبرك client بعمل request لخدمة مثلا اللي هو الـ weather هذه بدي أعرض بيانات حالة الطقس بعمل request والـ server هذا اللي هو بعمل خدمة هذه اللي بقدم الخدمة هذه بعمل response يعني على مبدأ أنه هو client server قلنا احنا client server أنه معناته أنه فيه جهاز بقدم خدمة والـ clients بعمل request لهذه الخدمة تمام؟ طب الآن فيه أنواع مختلفة من الـ API فيه أنواع مختلفة من الـ API فيه عندنا يعني قلنا الـ API عبارة عن تواصلنا بين جهازين بطريقة ما بطريقة معينة طبعا أنت ماذا يريد أن أعرفك مثلا في موضوع الـ weather هذا ماذا يريد أن أعرف المبرمج أنه أنا عشان أشوف الـ weather من برنامج اللي هو من السيستم اللي هو weather برس كيف يريد أن أتواصل مع الـ API أنت ممكن رح تفتح الموقع تبعهم وعمل عندهم documentation أنه عشان أنت تتواصل تطلب هذه الخدمة من خلال الـ API فيه عندنا بيانات معينة فيه عندنا طريقة معينة مثلا ايش نوع البيانات اللي يكترسلها ايش الفورمات تبع تداتا اللي يكترسلها xml ولا json ولا ممكن الاتنين مع بعض ايش الطريقة اللي انت ممكن برنامجك يتواصل مع هذه الخدمة فهذا كله في الـ documentation موجود طيب الآن في عندنا أنواع على الـ API Different ways that API can work depending on when and why they were created بناء على ايش نوع الخدمة اللي عندك تطلبها هذه في عندنا أنواع أول حاجة النوع الأول اللي هو Swab أو Sob APIs simple object access protocol في هذه الحالة client and server exchange message using xml format هذه طبعا نوع قديم أو يعني هو xml موجود بس قصد أن هو Sob APIs هذه يعتبر نوع قديم وكان مشهور في السابق وبيستخدم من هو XML format عشان يقدر ياخد البيانات يعني نعمل مثال مثلا هناك مثال هذا كم بدك تاخد مثلا تستخدم أو تاخد معلومات الـ weather من خلال اللي هو Sob APIs بدك تعمل الـ request تبعك احنا قلنا ابرعا request و response يعني كيف يعني هيك رح تكون العملية يعني برنامج تبعك الـ application اللي انت عامله هذا الـ app هذا بدك يعمل access أو بدك يعمل request للـ server الـ server دعنا نفترض انه هذا الـ server اللي بقدم خدمة إيش أنا بعطيك معلومات عن الـ weather بعطيك معلومات عن الـ weather انت بدك تعمل request بنت معلومة عن مثلا الـ weather في دولة في دولة كذا كذا أو في منطقة كذا كذا دعك تعمل request طيب كيف انت برنامج تتواصل معا عن طريقة ايش أو كيف طريقة التواصل ايش الفورمات المعين اللي انا لازم اعملها اتبعها عشان اقدر اتواصل معاك في الصوب هذه اللي تستخدم xml من هيك يعني رح تكون هذا كمثال عليها تستخدم xml مثلا دعك تقول مثلا انا بدي اخد الـ weather get weather تبع مدينة نيويورك تمام وهذه مثلا راحت اللي هي اللي هو الموقع او الـ API انت بوينت بسموها فاحنا نشف صلا لانه نشرح كيف تبعت الصوب لانه هذا موضوع كبير فالفكرة انه تتبع موضوع تتبع الفورمات تبع xml كمثال انه نشوف يعني تبع الفورمات بال xml والرسبونس تبع السيرفر هادي الرسبونس تبع السيرفر هادي طبعا منها تكون باستخدام برضو الفورمات تبع xml هذا كهذا الفورمات سوف أعطيك الرسبونس اللي هو get weather رسبونس الحين بقولك temperature 22 والcondition sunny فبالتالي هايك هايك عنه هادي الريكوست وهادي الرسبونس طيب فهذا النوع اللي هو بسموه صوب اي بايس مستخدم xml فورمات وكانت هادي منتشرة بشكل كبير في في السابق في نوع تاني في نوع تاني من ال API يسموه RPC Remote Procedure Calls من اسمها Remote Procedure Calls الفكرة انه انا عندي client هادي ال client بدي عمل بروسيس معينة لشغلة واخد النتيجة بديش عمل بروسيس عندي في الجهاز بدي عمل بروسيس على سيرفر تاني سيرفر بعمل هو البروسيس فانا بالتالي Remote Procedure Call يعني انا في عنا فانكشنها معينة فانكشنها مثلا كمثال بسيط انه مثلا بدي اعمل جمع لرقمين مثلا انا بعمل request بدي اجمع الرقمين 20 زائد 10 طبعا هو طبعا هو مش انه هيك ولكن احنا كمثال بسيط بدي اعمل كما انك بتعمل كيف برنامجك انت برنامج العادي في Python او في Java او في اي بغة برمجة بدي اعمل كول لفانكشن اسمها اد لفانكشن اسمها اد بدي اعمل كول لفانكشن اسمها اد وبعطي لها البراميترز واحد واثنين وجمعين واحد واثنين وبعدين بتطلع الفانكشن هادي بتترجع لك الريزلت هذا نفس الفكرة ولكن الفانكشن او البروسيجر اللي انت بتعمله بكون على سيرفر تاني طبعا هو الموضوع مش بكون اد بكون موضوع او الفانكشن تكون اه اه مار كومبليكس لانها بقول لك هي سورتابل فور ابيكيشن ركويرين كومبليكس انتر اكشن او فالفكرة انه انت استدعي فانكشن معينة بذات فانكشن معينة وبتبعت براميترز معينة خاصة بهذه الفانكشن وبدين عمل الاكسكيشن لهذه الفانكشن بنعملها اكسكيشن اه على السيرفر وبرجعلك البيانات تبعات الفانكشن هذه هاي بسموها اللي هو ال لتبعات الفانكشن ابدا انت كيف بدك تعرف انه هذه الفانكشن بدها هذه البراميترز بها طريقة معينة للقوم انت بتشوف السيستم بالدكومنتيشن بيقول لك انه عن طريق هذه الدكومنتيشن ممكن تعرف كيف تعمل الاسي توقع هاي النوع الثالث وهو الاشهر الهو الREST APIs REST APIs اللي هي most popular and flexible APIs found in the web today هاي طبعا تستخدم شكل كبير الان في برامج الweb في الweb development في المobile application the client send request to the server as data the server uses this client's input to start internal functions and return output data back to the client طبعا زي ما قلنا REST هاي الAPI is widely used ل الweb service لأنها مشهورة ب its simplicity ومتبنى adopted by several companies or several organizations يعني للناس اللي كتير بيستخدموا هو REST APIs أو بيعرضوا الخدمات تبعته عن طريق أنه ممكن توصلها عن طريق REST APIs وكمان تستخدم الstandard protocol HTTP مع أنه احنا قلنا بنامها used for web service معناته أكيد رح تستخدم الstandard HTTP احنا عارفين الHTTP protocol يستخدم في الweb بإستخدم json أو xml format نستخدم json format أو xml format لذلك تعتبر more flexible than هو SOB APIs مثال عليها مثلا كيف ممكن الهو REST APIs use طبعا مش xml use json لأنه هذا json format مثلا احنا احنا اعرف معلومات عن user id 1 2 3 ويبعث request server طبعا هو ممكن انت تواصل مع database وdatabase هذه توفر لك انت تواصل مع وإيش الفكرة يعني الفكرة انه انه system تبعك انت لو انك يعني الفكرة ايش الفكرة انه فكرة الapi بشكل عام انه انت الفكرة انه انت عندك مثلا خلينا نقول database هنا انت كشخص كuser اذا انت بتواصل مع database هذا بشكل مباشر مش محتاج لapi لانك انت تتواصل مع هاي تدخل على هذا database server database server بحث على الاشخاص الذكي ايهم و لكن الفكرة ايش فكرة انه عندي database عندي هاي database الان انت تواصل معها مباشرة انا انا في عندي تطبيق واحد خدمات التطبيق هذه انه انا ابحث عن ابحث عن شخص معين او ابحث عن بدي معلومة عن وين مكان او بدي ماب بدي الماب انا تبعت هذا المكان هذا هذا المحل او هذا الدكان طبعا انت مش هتواصل مع مش هتواصل مع الجوجل ماب السيرفر مباشرة مش هتواصل معها انت رح يكون في عندك التطبيق تبعك هذا رح يعمل access هذا تطبيق رح يعمل access من خلال حاجة اسمها API لان انت السوفتوير تبعك هو اللي بدي تواصل مع مش انت يعني في واصل مش نتواصل مباشرة اليوزر هنا هاي اليوزر هذا اليوزر من خلال الموقع بده ياخد معلومات معين عن مكان المطعم ومكان الدكان او بده ياخد معلومات معين عن شخص معين في database تمام فعشان يدخل هذا البرنامج او هذا الشخص من هذا الapplication في نعم طريق الAPI رح يدخل عليها والAPI رح يعمل زي request لهذه المعلومة وهذه المعلومة رح تيجي عن طريق الAPI وتنعرض في الموقع تبعك هذا اكثر امانا بكون فانك انت كيف تتواصل كيف الموقع تبعك هذا يتواصل مع الdatabase او يتواصل مع السيستم اللي بيعرض الخدمة هادي هو هذا عن طريق هاي الشغلات انت حسب السيستم حسب البرنامج او حسب السيستم اللي بقدم الخدمة ويقول لك انا ممكن تيجي بتعمل access على الخدمة هادي باستخدام SOAP API او باستخدام REST API ممكن اتنين بيتعم اتنين هادي او هادي هاي الفكرة بتاعت الAPI طب الان بدون هاي الفكرة احنا قلنا خدمة معينة مقدمة من شركة معينة مؤسسة انت بتقدمها هذا الخدمة موجودة على سيرفرات اخرى تم الهران لسيرفرات اخرى فبالتالي ممكن انت تتعمل access عليها الAPI is a software interface which allows developer to interact with cloud service انت بدك تعمل access او interact لال cloud service من خلال حاجة اسمها cloud API هي نفس الفكرة تبعة الAPI ولكن لما انه احنا بنتكلم عن الAPI تسمينها cloud API cloud users need a way to access the cloud provision بدك عمل access لالcloud بدك عمل provision ل new virtual server بدك عمل server جديد to get data in and out of storage بدك اخذ بيانات من storage اللي انا مخذينها في cloud start and stop application بدك عمل start and stop application on those servers and to decommission servers that are no longer needed يعني باختصار انا بدأ اتواصل مع الكلود من خلال تطبيق عندي من خلال ويبسايت تبعي مثلا او حاجة خدمة انا بدأ اقدمها لاليوزر من خلال ويبسايت تبعي هذه الخدمة مقدمة من cloud service فممكن اعملها access عن طريق الAPI نفس الفكرة هذه ولكن احنا قلنا الAPI الخدمة هذه مقدمة من خلال cloud service provider من خلال cloud service provider عملها access عن طريق الAPI في هذا المثال مثلا في هذا المثال احنا عنا حاجة اسمها في الـ AWS cloud حاجة اسمها داينامو دي بي الدينامو دي بي هبارة عن نوع database انه هذا database يخزن اي نوع البيانات يخزن صور يخزن ملفات يخزن اي نوع البيانات يخزنها في الغالي بتكون لتخزين الصور يخزن الصور في cloud الان انا اريد اعمل خدمة لل client ان انا اخلي يخزن صورة في database ويعمل ها access عليها طبعا انا 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 ادخل على database مباشر اذا انت admin اذا تدخل على database مباشر مش لازم API اصلا طبعا انت لازم احساب لازم انك انت كون احساب احساب لازم احساب 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 انواع الخدمات التي تقدمها في الموقع انت تجعل صور في database ويعملها retrieve بعدين يخذها كنوع من انواع الخدمة انت طالما عملت include لهاي الخدمة في دخل موقعك عشان يقدر تواصل مع database بدك API فالكلاود ال DynamoDB بتقولك انه عشان تعمل الاصور او تخزن او ترجع معلومات بدك تستخدم حاجة اسمها اللي هو REST API تمام فبالتالي هاي عبارة عن ال API اللي انت من خلالها رح تقدر تخزن معلومات تخلي المستخدم يخزن يخزن صور ويسترجع الصور هذي في database اللي هي اسمها DynamoDB طيب يقولك طبعا هذا كمثال انه تخزن بيانات مثلا بقولك فيه شغلات كتيرة انك تعمل البرجين ل نيو سيرفر تعمل سيرفرات في الكلاود تزود عدد السيرفر تقلل عدد السيرفر كذا في هذي كلها خدمات مقدمة ممكن انت تعمل عليها اكسيز من خلال ال API اذا انت تعملها انك تعمل ل الوب سيرفر تبعك او الوب سايت تبعك او ال system تبعك طيب طب ايش ايش ال cloud API بنيفتس طبعنا ام في فوق كتير هذه ال API cloud API ممكن تعمل resource management APIs allow users to manage cloud resources like virtual machine storage and database من خلال ال API يعني انه انت مثلا مش لازم تعمل تعمل من خلال ال database لازم تدخل بشكل مباشر على ال cloud حسابك طبعا هي تكون طريقة افضل ولكن اذا انت تقدمها كخدمة لاليوزر انه انت تقدر تعمل من خلال موقعنا هذا تستخدم ال API طيب يعني بتخليك مثلا using API you can create modify delete resources such as storage units without sorry within cloud environment طيب ممكن service integration زي ما قلنا انه انت بدك الخدمة تبعتك تكون او integrate يعني في خدمات معينة مقدمة من 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 ال cloud بدك انت تشترك معها في نفس تشترك معها او تعملها integration مع بعض باستخدام اللي هو ال API خلينا نعطي مثال عشان نفهم ايش معنى ال integration معنى ال integration معنى ال integration معنى تكامل يعني خلينا نخد مثال على اي كوميرس ويب سايت مثلا انت عندك موقع hosted on AWS هذا الموقع موجود في ال AWS cloud you want to send email confirmation to customers after they make purchase انت الموقع تبعك بديعمل confirmation message يبعت email للناس الاشخاص اللي اشتروا بعد ما تم عملية الشراء يعملهم ترسلهم رسائل طيب الان انت هذه الخدمة مثلا هاي الخدمة مش لازم انت تعملها تقدمها في الموقع تبعك في هذه الخدمة مثلا ال AWS ال AWS عندهم خدمة اسمها Amazon SES اللي هو simple email service هذا بخليك انك انت يبعت رسائل للكاستمر سبعونك بسهولة ممكن تعمل انت ممكن تستخدم هذه الخدمة من المقدمة برضو من ال Amazon تمام فانت الموقع تبعك رح يتواصل مع ال API هاي حيعمل كول لا الخدمة هالي اللي هو ال Amazon SES service تسند email confirmation يعني الفكرة انه بدلا ما انت تعمل برضو اتبرمج في موقعك اه موضوع او او تعمل انت سب سيستم داخل موقعك داخل السيستم تبعك انه يبعت emailات فبقول لك ال Amazon في عنا احنا هاد الخدمة موجودة ممكن انت تعملها integrate او ممكن انت تعملها call واحنا بنملك اللي هو ال confirmation emails وبصير بياه يعني ال customers it will seems that your website is sending them is sending the notification for them the confirmation for them يعني في الزباين او الناس اللي اللي راح يشتروا او اللي اشتروا من موقعك مش حيعرفوا انه هاده والله هاده الخدمة انعملت من ال Amazon او الخدمة هاده انعملت من مش انت مش داخل موقعك وبهمهم انه يصل على confirmation فانت بالتالي لما تستخدم هاي الخدمة بتسهل على حالك وبتعمل integrate ال Amazon SES service داخل موقعك اللي عندك في داخل موقعك this integration allows your e-commerce platform and email service to work together seamlessly تعمل integration لخدمات مقدمة من شركات اخرى او cloud service provider اخرى طبعا automation automation apis enable automation of repetitive tasks such as scaling resources up or down based on demand deploying applications or backing up برضو انت ممكن تعمل عملية automation باستخدام API ايش يعني automation automation معناته انه automation يعني بتعمل الشغلها بشكل تلقائي يعني كيف؟ يعني مثلا في مرات انت بدك scaling resource up بدك انت مثلا في مرات بدك انت تزود على السيرفر المقدمة المقدمة عندك مثلا اثنين سيرفر تكتزودهم تخليهم ثلاثة او اربعة بدل ما تروح انت على الموقع نفسه وتعمل زيادة تطلب زيادة للعدد السيرفر الموجودة عندك في الكلاود ممكن انت من خلال ال API من خلال ال API تعمل او تبرمج ال API هاي وتطلب من cloud service provider انه حسب كراتيريا معينة بناء على باراميتر معينة اذا وصلنا لهذا او بناء على threshold معين اذا وصلنا لهذا الحد تلقائي اعمل زيادة لل resources او اذا احنا عدينا نقطة معينة تلقائي اعمل cancel لهي resources مثلا انك تعمل backup لل data مش لازم انك انت تعمل backup لل data من خلال ال AWS management console من خلال cloud management console تدخل على الموقع تبعهم وتعمل او تدخل على حسابك وتعمل اللي هو backup لل database او backup لل storage اللي عندك ممكن من خلال ال API انت تعمل هاي الفنكشن او هاي الشغلة طيب في عنا كمان هو accessibility سهولة الوصول لا او وصول لا service APIs provide standardized methods for accessing cloud service making it easier for developers to use different cloud platform and service consistently يعني مثلا 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 building weather application suppose you are a developer building weather application instead of gathering data بدلا ما انت تروح تجمع ال data by yourself وتحط الاشياء او انت تبني التطبيق من الصفر by yourself ايش ممكن تسوي ممكن تستخدم open weather map API هاي دي open weather map ممكن تستخدمها تعملها بسهولة تستخدمها وتحطها في الموقع تبعك وبالتالي بالنسبة لليوزر ممكن انه يعني يعتبر انه enough انه انه بغض النظر من هاي الخير ما انت عملتها من عندك من عندك ولا انت كانت جاهزة وعملتها integrate للموقع تبعك This API provides you with weather data for any location in standardized format like json or xml الفكرة انه انت ما تبنيش السيستم ما تبنيش السيستم من الصفر لانه انصار الان حاجة اسمها اللي هو reusable software الان انت عندك هذه الخدمة موجودة من قبل ناس متخصصين وهم بيجمعوا البيانات بيجمعوا المعلومات عن وذر بيجمعوا موجودة بيجمعوا لك اذا انت تصل لأي وذر لأي موقع بيجمعوا بيجمعوا هاي هاي اللي هو الAPI accessibility of API طيب security and control بيخليك تتحكم بالسيكوريتي او او الAPI بيجمعوا ميكانيزم او 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 يعني مثلا انت انت تحقق من هوية شخص معين تحقق من هوية شخص معين ممكن من خلال الAPI هذه وخلال الAPI تأخذ معلومات الشخص هذا وتروح تبعثها على database وتشوف تتأكد هل هذا الشخص هل هذا الشخص بهذا الuser name والpassword مخول انه يعمل اكسس للسيرفر للسيرفر معين ولا لا ويبحث في database والdatabase ترجع لك البيانات اه هو مخول او لا انشور انشور that only authorized users can access certain resources or perform specification طبعا في حاجة هنا ممكن نوه عليها authentication authorization في authentication وauthorization هنا ان الاثنتوكيشن انه تأكد من هويتك الuser name والpassword انه هذا الشخص قادر يدخل على السيستم تأكدنا منه هدا authentication اسمها حين انت دخلت على السيستم انت الهين هنا في السيستم انت الهين في السيستم هان ايش ممكن تعمل داخل السيستم هانا انت ممكن تضيف تعدل بس ولا تقرأ بس المستخدم مثلا تغير ممكن تقرأه Company runs block that experiences the varying level of traffic throughout the day ممكن تعمل أنت API تتواصل مع AWS كمثال Autoscaling which automatically adjusts number of EC2 instance based on traffic ممكن تزود عدد السيرفر أو تقلل عدد السيرفر طبعا في الـ AWS السيرفر اسمهم EC2 EC2 معناتها السيرفر أو الكمبيوتر الذي طلبته من السيرفر أو الكمبيوتر الذي طلبته من الكمبيوتر الذي عملته في الـ Amazon Cloud Computing بيسموها EC2 يعني انت ممكن تعمل Automaticly adjust number of EC2 instances based on traffic بناءا على الـ traffic كمثال مثلا إذا زاد الـ traffic على هذا الـ EC2 أو هذا السيرفر نحن نزود عدد السيرفر وإذا قل الـ traffic كانت اثنين وإذا الـ traffic قل معناته أنه الـ customers إذا قلوا الآن إحنا مش فيه مش في موسم مثلا هم مش في الـ peak hours مثلا مش لازم أنه نخلي السيرفر شغال مثلا بنقلل على السيرفر بنخلي سيرفر واحد بس شغل هذا طبعا من خلال اللي هو من خلال API الفكرة انه انت بتصير تمال منج للريسورس تمال اكسز للريسورس من خلال API مش دايريكتلي مثلا السوفتوير طبعا هذا لما نكون احنا لما نتكلم عن انت في موقعك او في سوفتوير او في الابليكيشن تبعك موجود هان طبعا انت عشان هذا الابليكيشن لما تضغط على الزر مثلا انه اوتو سكيل او مثلا بدي ازود على السكيل هذا راح يبعد الريكوست من خلال API للخدمة هادي الخدمة هادي اللي هي ايش هي امازون اوتو سكيلينج سيرفرس هيبعد والله انا بدي اعمل كذا 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 ويبعد طبعا ممكن الريسورس يكون الريسورس ممكن يزود عدد السيرفرس الموجودة تمام طيب في هنا انواع من الابي ايز في الكلاود في هنا انواع من الابي ايز الاان او الا على مجال استخدامها أولاً في عنا هاي اللي برايفيت ابي ايس عبارة عن ابي ايس بتكون داخل الانترابيس and only use for connecting systems and data within the business داخل الشركة بس او داخل المؤسسة بس انت ممكن تستدع هذه الابي ايس اما مش ببليك اي واحد ممكن يستدعي هاي الخدمة تمام وهذا طبعاً بتكون في الغالب هذه مرتبطة المناسبة ل small cloud. حتى أكثر من شخصيه نفيداً، عملاً مجدداً، أو جيداً نفيداً. كما أتنdad, فهنا سوف تكون في الأمور المنفيد. مجرد من المجرد من المنفيدة. من إسمها، هم أنها كانت أخرى الضرب. يمكن أن يكون هناك اثناء ويستخدمين من أي شخص. يمكن أن يكون هناك اثناء ويستخدمين من هذه البيئات. طعم، يمكن أن يكون هناك اثناء. لنتأكد أنك الشخص الذي صاحب هذا الحساب هو الذي عمل أكسز. ممكن أن يكون هناك. ممكن أن يكون هناك تكلفة لهذه البيئات. عندما نستخدم هذه البيئات، يكون هناك تكلفة. طيب، هذا النوع الثاني هو الـPublic API. هناك شيء يسمى Partner API. هؤلاء فقط يستخدمين من أجل 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 أجل. يعني أنت مثلاً في الـCompany تبعتك في عندك agreement with other company. ممكن أن تستخدم السوفتوير تبعتهم أو تستخدم السوفتوير تبعتهم داخل الشركة تبعتك. هذه يسموها Partner APIs. سوف نأخذ مثال عليهم لكي نوضح. الآخر واحد هو Composite APIs. لديك أجل 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 الأجل الأجل أجل. طبعاً هذا Composite وهو المركبة الإبلياء المركبة. يعني بدلا ما نستدعي مثلاً في عندنا سلسلة من العمليات. وهذه العمليات مرتبطة في بعضها مرتبطة في بعضها مرتبطة في بعضها تتنفذ بالتتالي أو على التوالي مرتبطة في بعضها هذه الـ API بدل ما نستخدم مثلا كل نستدعي لها الـ API تبعتها مثلا 1 2 3 الـ API هذه الـ 2 مرتبطة في الـ 1 و الـ 3 مرتبطة في الـ 2 يعني إذا هذه انجزت هذه لازم تنجز بعدين هذه لازم تنجز طبعا نستخدم الـ services مختلفين عن بعض كل الـ API الآن الـ customer بدل ما كل مرة أنا أريد أن أعمل هذه الـ 1 أريد أن أستدعي الـ API تبعتها أستدعيها بالـ API تبعتها بعدين أرجع كم مرة أستدعي الـ API ثانية بالـ API تبعتها أعمل separate call separate request request منفصل عن قبلها بعدين كمان بدي أعمل request للـ API أو service رقم 3 بالـ API تبعتها الخاصة فيها هيك معنات أن أعملت ثلاثة call ثلاثة request أول حاجة هاخد من الـ traffic تبعا الـ network ثاني إشي هاخد وقت لما أبعد كل call وأستنى الـ response فالفكرة فالفكرة من composite API أن أعمل request لـ API واحدة وهذه الـ API داخل السيرفر هذا تقسم تكون عارفة أنه هذه الـ API أستدعي هذا بعد ما أتخلص أستدعي هذا بعد ما أتخلص أستدعي هذا بعد ما أتخلص بعدين أبعد النتيجة لـ user سوف نأخذ مثال على هذه ولكن هذه هي composite API تستدعي أكثر من API داخل السيرفر ثلاثة نشوف مثال على الـ private API نقولنا داخل الـ organization يعني كأنك إيش هي بيقولك restricted to internal use مثال internal company API for managing employee data مثلا في الداخل المؤسسة بيت أبحث عن شخص معين بأستدعي هذه البيانات بأستدعي هذه الـ private API internally الـ public طبعا معروفة pitching with our data from public available available with our services from from a publicly available with our services طيب الـ partners APIs مثلا في عنا e-commerce platform e-commerce platform integrates with logistic companies API to track order يعني احنا عنا في في e-commerce في الموقع تبعك اللي انت بدك تبيع online فيه هذه مشتركة مع في موقعتين logistic companies عشان يعمل اول shipping company اللي بتعمل توصيل لهذا الطلب طبعا طبعا انت لما تعمل الـ website تبعك مثلا ذك تعمل online او e-commerce e-commerce business انت بتعرض الـ product في هذا الـ product ذك تعرض مثلا هاي الـ product هاي السار ادفع عن طريق كذا اعمل track للـ track للـ order تبعك طبعا انت لما تعمل هيك ادفع مثلا ادفع والـ track للـ order تبعك طبعا انت بياخدك على system ثاني في عندنا system ثاني اللي هو اللي هو shipping والكارجو والـ توصيل فهذا بعمل integrate او يعني بياخدك على موقع ثاني هذا موقع ثاني هو المسؤول عن هذه الشغلات وهو بدي لك المعلومات طبعا هو بدي المعلومات للموقع هذا وهذا موقع بيارض لك المعلومات ممكن تدخل برضو مباشرة على system باستخدام اللي هو serial number اللي هو بعطيكية فالفكرة انه الـ partner API في agreement ما بين شركة الشحن اللي اسمها شركة الشحن اسمها ترينديول هذا الموقع مثلا متعاقد مع شركة 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 معروفة في توصيل الطلبات ورسال البريد ورسال الطلبات متعاقدين مع بعض انه انا من خلال عشان تقدر توصل الخدمة تباعتي ممكن توصل الـ tracking number تشوف وين وصل الباكت اللي انت طلبته من خلال الـ API ممكن توصل على هذه المعلومات هذه الـ API مش اي واحد ممكن يوصلها هذه الـ API لانه في agreement ما بين الرسال الموقع ممكن تستخدم هاي بسموها partner API طيب الـ Composite API احنا قلنا هاي المسافة الـ Composite API احنا قلنا بدل ما انت تبعت اكتر من طلب خلنا نشوف السيناريو هذا عشان نفهم بعد السيناريو بقول لك you have e-commerce platform where customers browse product place order and receive confirmation بياخد بياخد الهو confirmation تأكيد على الطلب بيستعرض الطلب بيعمل place order الهو بيطلب يعني و وبعدين receive confirmation when a customer place order لما الخلاص يطلب بدي اطلب هذا الطلب لما انت تطلب هذا الطلب بيطلب بيطلب انت تدفع بعدين العملية التانية المفروضة تنعمل اللي هو processing payment بدي اعمل عملية تدفع بعدين بدي اعمل create order خلاص بدي ينشئ الطلب بعد ما انت دفعت وخلصت بدي ينشئ الطلب خلاص تمام نخلص الطلب بعدين العملية التالتة notifying the shipping service بدو يقول للshipping service بعد ما تخلص انت تدفع وتخلص تمام بدي يقول للshipping service هادي اللي انا عامل معها agreement اللي انا عامل معها agreement انه انا بدي توصل الطلب هذا للعنوان كذا كذا انت تدفع اعمل ونعمل ثلاثة 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 لكي نعمل هذه العمليات نتحدث عن composite ام 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 اول ام 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 تضغط على place order ما الذي يحدث ما الذي يحدث اذا انت تستخدم composite api انت بتعمل composite api تستدعي composite api اللي موجود طبعا انت كيف بدك تعرف انه هاته composite api معناته انه انا في السيستم تبعي هذا انا بدأ استدعي السيستم الذي انت بتعمله اكسز السيستم الذي انت بتعمله اكسز هذا مثلا احنا قلنا ثلاثة ثلاثة اشياء كيف بدك عملها هو الريض بيكون عامل انه انت ممكن استخدم composite api عشان تعمل هذه البروسيس فانت بهذه الحالة تستدعي composite api end point تمام تمام تعمل المعلومات وتبعت المعلومات اللي انت اللي انت تبعتها لما عملت place order تبعت المعلومات المعلومات زي ايش زي product details payment information and customer address تبعت هذه المعلومات تبعت هذه المعلومات تبعت هذه المعلومات الحين السيستم هاداك بتستقبل composite api الان بتستقبل السيستم هاداك بتستقبل هذه الريكوست اول حاجة ايش بعمل ايش بعمل بعمل انبنتور هو عارف طبعا انت لما تكتمل هذا الريكوست لما تكتمل هذا الريكوست عارف ان انا بدي اعمل processes هادي عارف ان انا اول اشي بدي اعمل هذه هذه composite api تشمل ان انا بدي اعمل checking inventory و processing لالpayment و creating order و notifying shipping بدي اعمل هاي ثلاث عملية الاربع عمليات هادي فاول حاجة هو لما بدي لما السيستم بيشوف الريكوست تبع ال api اول حاجة بعمل inventory check بشيك هل هو موجود ال item في الاستوك ولا لا if all items are available اذا هو موجود ال item are available the process continues هيكمل if not api retains error and the order process is halted اذا مش موجود او في مشكلة في هذه العملية اول عملية اللي هو inventory check بوقف اذا تمام inventory check تمام وفيه stock اللي هي المخزن هل ال item موجود في المخزن اذا موجود بكمل اذا نصف بمركة اذا نصف اذا المخزن الفي المخزن المخزن اVi م arriving المخزن في المخزن البحزن البحزن يقدun اذا المخزن في المخزن ما اذا المخزن الpayment api is a payment successfully the process moves forward if not api returns or error to the client i am a call api payment api is a ok i am a proceed i am a create an order after payment is confirmed the compost api creates the order by calling the order management api i am a order management api i am a call this api writes the order details to the database and generate the order id i am a generate an order id the order is successfully and the order id is returned تمام حيعمل is that order successfully i am a order id ويبعثوا يرسلوا اللي هو كريزل of the api finally the compost api notify shipping service the service prepares the order for delivery and may generate tracking number حيعمل generate tracking number ويرجعلك tracking number على لالكستمر عشان تقدر انت تعمل access لهذا السربيس هذه الفكرة ايش الفكرة انه عندنا احنا اكتر من شي غدا بدها تصير بدل ما انت تعمل كل الى كل واحدة على حيذا او السيستم تبعك يعمل كل الى كل واحدة على حيذا نبعثها في حاجة اسمها composite api هذه هي عارب انه احنا بدنعمل هذه في الاول بعدين هذه بعدين هذه بعدين هذه بعدين هذه هو لحاله داخل السيرفر نفسه بصير يستدعي هذه الابي آيس مش لازم الكستمر نفسه مش لازم الكستمر يبعث يصير يبعث الابي آي كل واحدة لحالها هيك بوفر وقت وبوفر اللي هو على الشبكة انه انت تبعث تبعث اكتر من request في الشبكة طيب بعدين بعد ما يخلص خلص في البروسس تبعته بيعمل unified response بيعمل رسپونس واحدة واحدة once all internal ip calls are completed successfully the composite api consolidates the result from each service من هاي السيرفيس بيجمع الرسل من كل services صارت هذه and sends unified response back to the client ببعث رسالة واحدة او unified response رسالة او استجابة موحدة لليل client the client receives the client receives or display the confirmation to the customer including the order details the payment status and هذه الشغلات طبعاً هذه هي الـ Composite API طبعاً زي ما قلنا انه في عنا الـ الـ طبعاً هذه الـ مرتبطة بالكلاود طبعاً احنا نتكلم عن الـ Private API معناته Public API معناته Public العلاق أو خاصة بالـ Public Cloud الـ Partner API ممكن تكون في الـ Public ممكن تكون في الـ Private ممكن تكون في الـ Hybrid في الـ Hybrid Cloud الـ Composite API مرتبطة في الـ Hybrid Cloud Computing أو الـ Public الـ Cloud Computing طبعاً حسب وفيش قيد معين ولكن فيه common cases وكسب وكن لن Qualcomm وفي الأفكار وكسب ونا نتحدث طبعاً نحن زي ما حكينا في الشابتر الشابتر الأول حكينا عن بشكل عام وبعدين تكلمنا عن في الشابتر الجاي رح نتكلم عن حاجة اسمها اللي هي اللي هي كي تكنيك أو كي ميكانيزم لكلاود كومبيوتين رح نشوف احنا ممكن فيه طريقة للتواصل نشوف لازم يكون فيه مناقشة للموضع اللي هتم دراستها إذا كان لكم أي سؤال أو أي استفسار ممكن تسألوني وحسب المادة المفضل يكون فيه بعد هاي المحاضرة في عنا كوز رح نشوف كيف ممكن نعمل الكوز نعمل أنوسمت لهذا الكوز وراح يكون فيه الموضع اللي احنا درسناها تمام طبعاً رح يكون أونلاين كوز أتمنى نكون الشرح واضح ومفهوم ونتمنى لكم التوفيق والسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته